السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في القناة اليوم سوف نعمل شربة الفطر المأكول او الشامبينيو سهل التحضير نتمنى ان ترى الفيديو الاخر لكي تعرفوا الطريقة والمكونات يجعلها تشكل هذا بعد ما يوجده سهل التحضير وان شاء الله يجعله لديد وبدون كريمة وان شاء الله اعجبكم طريقة والمقادر فرجة ممتعة في الأول نحتاج البصلة تقطعها مكعبات صغيرة من بعد نحتاج الفطر اي نوعيانة اختيت هذا طري يمكن لكم تعملوا حتى ذلك اللي يكون في العلاب الكيمياء على حسب اللي بغيته على حسب تعمله كامل انا غنعمل غنص دياله هذا يتباع في حال هكو يكون باقي شوية ديال الرملة سوف نقطع هذا الجدر ومن بعد نغسله مزيان ونقطعه على الشكل اللي بغيته مكعبات المهم انتم تقطع على الشكل اللي بغيته بغيته هنا من بعد ما نقطعه نجعله جانبا هنا من بعد ما نقطعه نجعله جانبا نحتاج الثلاثة المعالقة الزبدة ونحتاج الحليب ونحتاج الكؤوس الزبدة ونضيف الزبدة ونضيف الزبدة ونضيف الزبدة ونضيف ملحة الملحة ونضيف الزبدة ونضيف في حال هذا نضيف ونضيف ونضيف يجب ونضيف تركيز نضيف لنضيف ثم نضيف ثلاثة المعالقة الطحين دقيق الأبيض ونخلط المكونات جيدا ثم نضيف الحليب بالتدريج ثم نضيف ثلاثة نضيف ثلاثة الملحة ونضيف البزار ثم نضيف الحليب بالتدريج ثم نضيف الحليب بالتدريج ثم نضيف الفطر نضيف القليل ثم نضيف الضوء ثم نضيف الفطر نضيف الفطر أضيف الربيع اضيف الربيع نضيف الربيع ونضيف الربيع ونضيف الشرباء ساخنة تجرب المضاقة ونضيف الربيع يمكنكم العمل الكريمة ونضيف الربيع ونضيف الربيع ونضيف الربيع ونضيف الربيع ونضيف الربيع ونشاء الله يجب أن تجربوها وننسى الدعم والعليق ونسى البرتاج مع أصدقاء ونسى الوقت نتمنى أن تسجلوها لكي يصلكم كل جديد الصراحة يجب طبق بسيط ولكن مضاقه رائع ومعروف ومعروف فوائد يبدو ونعلم والمسيطة واقعه شكرا على المتابعة ومعروف ونتمنى أن أعجبتكم وننشاهدة ونشاهدة اشتركوا 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 اشتركوا